توقعات بلبنان ممنوعة زبطت زبطت ما زبطت مش هلقا دقتلي حالي يعني بضيني يومين مرجع تالي تيوم نجع منتعذب تحية للأم تيفي وان تيفي بحبكن كتير شوفوني كارمن لبوس بدنا نعيدك ونقلك هابي نيو يير ده بتعنيلك استقبال السنة جديدة وده كانت منيحة معك هالسنة لمرأيت وكيف استقبالت السنة لك عادت أسئلة فرص سؤال هلا لمرأيت ما كانت منيحة على كل اللبنانية يعني انه بدل واحد يقول كتير خير الله انه بعدنا عيشين الصحة منيحة هيدا أهم شيء بالحياة يعني بس هالقدي عملو لنا طموحنا بهيدا البلد أقصى طموحنا صار انه تضل الصحة منيحة ونضلنا قدرين مكافين حالنا يعني بكافين حالنا هلا استقبلت السنة جديدة بالبيت يعني عيات الماما بوستها وفتن متعادة ساعة 12 وربع كنت أنا بتاخت انه ها أول سنة بتعيديها مع الماما بالبيت ولا انتي عندك هيدا 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 تقوص على رأس السنة لا أنا كل سنة بعيد بالبيت هلا زمان بس كل واحد صغير بحب يظهر بس هلا بتحس انه شو بيك تظهري انه يعني اذا الانسان هو من جوا منه مبسوط فشو بد يروح يعني يهيس عشو يرقص عشو انه عم بتروح سنة من عمره وما اعمل فيها شيء باركي بيعمل مثل زوربة بيرقص على ألامه لا دخيلك ماشي خلينا عم خلينا قاعدين بلا الرأس على الألام ما بديها مع انه انتي بترقص كتير حلو يعني يعني ماشي ماشي شي مرة هيك رقصتي وحدك مع أفكارك مع موسيقى انتي بتحب بيها لا بس اذا بدك مرات هيك بقى الماما حطها تي في بيتلع شي غنية بقعد بصير برقصتها يعني عرفتها بلعب معها بس انه يعني هو اذا الواحد جوا منه منه سعيد كفاية كل هو اللي ماعده بيعنوله لالرأس ولا الموسيقى والضجة وماعد فيه احمل ضجة دخيلك الموسيقى العالية مع السبيكرات اللي بتحسي راسك سهر القدي ما بقدر بقى بكل الأحوال موسوطين أو زعلانين ما فينا منع مجردية مع حالنا بتعملي هيدا الشي بتقولي مثلا شو حققت السنة اللي ما رأيت بتحطي جوز للسنة اللي جاية خبريني شو حطيت هيدك السنة شو تحقق وشو ما تحقق على صعيد الشخصي انا ما بحط قوليت ما بحط شي ما بحط انا كل يوم بيوم وبعمل جردية انه شو مرق معي شو لازم صحح اذا هيدا الشي منيح ولا مش منيح بس بهيدا البلد لبنان تعودنا ما تحطي قبل بوقت ما تعملي بلانز قبل الوقت لانه اخر شي بتنصدمي يعني بيصير عندك توقعات وما بتزبط بيصير عندك احباط فتوقعات بلبنان ممنوعة منعن بيتا يعني ما فينا نفصل شوي لانه العمر قصير وفرصتنا بالحياة هيك وسائبة بلبنان ما فيكي تعملي شي خاص لقالك وتفرح بعيد عن هالسيركل لا اهلا انا مني تعيسي بس انه بنفس الوقت مني هالانسان مبسوط ما فيش حوليك بيبسطك يعني بس انه لأ منيحة والله عن جد انا منيحة بس انه اني حط انه شو بدي اعمل شو بايدا كله بلبنان ما بعملو بيرا خبر بيرا انو انجولينا جولي من بعد برات بيت كيت بطلة تتحب هلا عم تعيش حب عم ترجع للحياة اكيد الحب بيعمل فرح وبيعطي طاقة ايجابية واكيد بيحسسيك انو لفي اون روز يعني على القليلة اول سنة يعني مش بعد ما يتجوزوا بس انو هلا مفي شي يعني مش عم بيسعة على هيدا الموضوع ابدا مش مش وارد براسي يعني انا تركتها ربنية ازا زبطت زبطت ما زبطت مش هلا قدقت لحالي يعني هلا حبك شغلك الشغل الرسمية مبروك العودة عشرين عشرين وقلتي لي مستعجلة بدي اجعل زبط شعري لانو بدي اشتغل على الفريزة تابعيته اي بالزبط يعني هلا بدان خلص تصوير بدي اركض بالليل حميم شعري وقعد نلفه بالالومينيوم لحتى تطلع البرمة للكيرلي تبعها لانو هي كيرلي طبيعي حتى لو عملتيلو فار ما رح يبين حقيقي رح يبين انو معمول على الفار يعني بتحسي في شي فيك فيه فلقاينا اصبت شي انو ورق الالومينيوم ينلف هيك بطريقة حلوة يعني صعب النوم يعني بعت الهم نام لانو ما بخفى كل الليل بيضييني يومين مرجع تالي تيوم نجع منتعذب رسمية ما رح تعذب حدا رح يعذبها شو رح يصير وكنت انتي متعجبة من فترة عم تقولي انو كيف توقعت من بعد هيدا جزاء يكون في جزاء تاني او كون بي هيك ادور لانو تبرتيها تحدي كبير للك وهي تحدي كانت نقلي حلوة لقلي ايه لانو دايما الادوار اللي عم تنعطالي انو هاي ستلكلاسي اللي عرفتي وبزنس بزنس وومن وانو رسمية كانت هيك نقلي انا بالنسبة لقلي كنت ايه ناطرة كتير من وراها وهيدا الشي ما صار مش لك انا يعني وما كتير اذا بدك صار عندي احباط لانو ما عندي توقعات يعني ولا مرة بقعد تفكر بشي وانو يا الله لازم يصير وما يصير لحتى ما ما انهار يعني بس انو عادي اه رسمية هلأ اذا بدك رسمية محبطة يعني بكل الاحوال لانو الحوت محبوس اه صافة توفى يعني عيلتها يعني شخص اللي بتحبه وليه بمسابة خية توفى انو كي بدك تكون رسمية اكيد ما رح تكون هيدا اللي عم تعطي اوامر وتحسيها بتركض وبتعمل يعني اكيد محبطة متل الشعب اللبناني مرح نعمل افهور كبير ابدا ابدا طيب لوفت بموضوع كمان بيزع يا الخبرية الممثل الكبير فادي ابراهيم برأيك انو فنان يوصل بدنا نتمنى له الشفاء يا رب ساعدو هالفنان لانهو بأزمة صحية يعني اذا ما ساعدناه بده تتفاقم وتصير اكبر شو بتقولي بهالموضوع يعني فادي حبيبة وصديقة فادي ما بيلبق له المرض فادي دايما البسمة على وجه يعني فتحس هيك الله يكون معه والله يعطيه القوة يعطيه القوة والصبر وان شاء الله يا رب هيك يصير شي هيك عجيبة ويرجع فادي متل ما متل قبل وهو بعده متل قبل يعني يعني بتحسي فادي ما تغير حتى بس شفتي هلأ ومريض وتعبين تلاقي ضلال بسمة على وجه بتمنى يعني للأسف وضع وضع الفنان وضع الممثل بلبنان أول شي يعني ما في دور النقابة هلأ ما فيك تيجي تحكي عن النقابة لأنه أصلا دولة ما في يعني إذا بدش بدأ تعمل النقابة بزروف دولة منا موجودة يعني بس أنه بتحزن أنه إخرتنا ليش بدأ تكون هيك أنه لي بدأ تكون هيدا إخرتنا هيك نحنا بحاجة لحدا يساعدنا أنه فادي فادي ما يعني من العاصفة هو بمرتين قديش ولع الدنيا قديش عمل أنه هالشاب الحلو اللي كله طاقة وكله حيات ليش بده يوصل لمرحلة أنه لازم حدا يساعده ليه وين الدولة مش لازم هني يجوا يفرشوله الطريق دهب يعني يقولوله اللي بدأ كي بيسير وقيتو كمو مسلين ما بتخافوا لأنه الأمور عم تتكرر يعني يمكن تعملوا بلانز لقلكن أنه أنت تنتبهي على حالك مع بعش تعملي أسيرانس شوف شكو دبي مصرياتيك تم يصير قصص مميسة اللي بعدين ساعد أكيد أنا الأسيرانس دائما موجودة يعني الأسيرانس أنا ما بوقفوا هلأ عملت زباديك بزنس تاني حد شغلي وهذا ضروري ينعمل لكل فنين أنه عملت عندي غريس أوف أيرس يعني أنا شراكي فيها مش لقلي هي فيها بادي مست فيها بادي لوشن صبون كلها مواد ما فيها كميكلز فالحمد الله أنه يعني ناطرا هيكي إن شاء الله هيك سنت الجاي بتقلع وبتمنى توصل للعالمية كمان هاي البراند يعني أكيد بتوصل وبأدي زوئك يعني إنتي عم تشمي كل ريحة وعلى فكرة الداهر ريحة بتأثر على الإنسان وعلى الفنين حاسة الداهر مربوطة بالمكان وبالأشخاص يعني أي أنواع ريحة بتختر عبالك لحدها معين أكيد لا في كتير روية حلا ما في يقول شو هي الريحة لأ ما بعف من شو مكوناتها بس دايماً الريحة مرات يعني بتشمي ريحة بتذكرك بناس معيني بتذكرك بحالة معينة بشانيك الريحة كتير مهمة ونحن يعني فيتين ببوليسي إنه بدنا نربح قليل ونبيع كتير فهي ضرورية وهي مهمة لأنه لازم لازم كل العالم يقدر يحطوا ريحة ويقدروا يحطوا ريحة حلوة وريحة ما بتأزيون يعني لأنه ما بتعرف الريحة اللي منها غالية ما بتعرف شو المواد المحطوطة بقلبها وقديش فيها تكون بقلبها مواد بمسارطينة يعني مش نقصنا بين التلوث وكذا آخر شي كمان تفوطي بجسمك أنت تفكري حالك عم تجملي حالك أنت بتكون بالعكس تماماً يعني بيقولوا عن الصابون إنه وقت بيرغي بيزحط أشخاص فتحب تزيدي كمية الصابون بسنة 2024 لامين هلأ الصابون لازم أكيد نكتره كتير يعني هلأ يمكن صابوني أنا شوي أورجانيك يعني ممكن ما بيرغي كتير يعني بس إنه فينا نحط لكويد صابون يعني فيه مستعدة أعمل لكويد صابون وزحة كل شي فيه زعمة وسياسية وشعب لاحق هول الزعمة وسياسية بدهر بعضهم كلهم نشيلون يعني وكأنك ندماني على الحركات السورية اللي عملتيا على أناعات معينة لا لا أمدا مش ندماني مش ندماني بس كنت عارفة إنه هاي النتيجة بما أنه أنت مزيعة كمي مزيعة شاطرة وكمان بتمثلي قضايا يعني بشوفيك على السوشيال ميديا بتشوفي حدا على الطريق حدا عم بيقله شي كلمة كتير بتقوحي وبتشارع ما بهمك لكمانت فما بتفكري ببرنامج يحمل قضايا وإي قضية بتحبي تحمليها بسان تقدميه على 2024 لكن عملت أنا مرة برنامج على الفيوتشر تيفي على المستقبل إله علاقة كان بقضايا الناس يعني إله علاقة بالناس اللي تعبوا اللي اللي صار عندهم انتكاسي ورجعوا قدروا يقفوا أجريهم ورجعوا أقلعوا وعملوا يعني وكنا نصورهم وكان البروغرام كتير حلو وكتير فيه مشاهدة يعني أنا ما بقدر شوف حدا معنف ما بقدر شوف حدا موجوع إنه ليه 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 بديو يكون في حدا عم يضرب حدا ليش بديو يكون أصلا عم يضرب حيوان مش بس مش إنسان حتى حيوان ما الحيوان هو جزء من الأرض والنبات جزء من الأرض ممنوع نقص شجرة ممنوع إنه يكون مرئين نلاقي هيك شغلة صغيرة نكسرها ليه بدك تكسرها ولحبيبي ما هاي 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 هي بتعطيك أكسجين لتظلك أنت عايش هاي بتكملك وأنت بتكمله فالوعي منه موجود عنا يعني هلا بتمنى يكون قدراني يكون عندي بروغرام هيك أكيد بمبسط يكون فيه شيء علاقة ومعنه كتير بيوجعني رح نوجع كتير يعني بس إنه حلو واحد يضوّع هيك قضايا تحية للأم تيفي وان تيفي بحبكن كتير مشوفوني وان بالأغاني وان معنى تاني